موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الاخبار من استوديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعناويل اللجنة الأمنية بمأرب ملتزمون بالهدنة وجميع القوات العسكرية والأمنية على أتم الجاهزية لردع أي عدوان موسيقى وزير الخارجية يؤكد على ضرورة رفع الحصار الحوثي عن تعز وضع حد لسلوك ميليشيا الحوثي الإجرامي موسيقى استهل النشر بسم الله الرحمن الرحيم أكدت اللجنة الأمنية في محافظة مأرب على ضرورة الاستمرار في تطوير الجهود الأمنية وتعزيز الأداء الأمني ورفع الجاهزية واليقظة لتحقيق أعلى مستويات التكامل والاستجابة المشتركة مع المنطقة العسكرية ووزارة الدفاع وجددت أمنية مأربع في اجتماعها يوم أمس التزامها بتوجيهات القيادة العليا للقوات المسلحة وضبط النفس رغم التواصل الخروقات الحوثية في مختلف المحاور ومناطق التماس أشهد الاجتماع بجهود الأجهزة الأمنية والوحدات المختلفة في حفظ الأمن والاستقرار وتفاني رجال الجيش والأمن في أداء واجبهم خلال الفترة الماضية لتعزيز حالة السكينة والاستقرار في المحافظة وقالت اللجنة الأمنية في مأرب إن جميع القوات العسكرية والأمنية على أتم الجاهزية والاستعداد للردع والحسم إذا أي اعتداء للميليشيا الحوثية الإرهابية ارتكبت ميليشيا إيران الحوثية يوم أمس الأول ثمانية وسبعين خرقا للهدنة الأممية في جبهات محافظة مأرب والجوف وحجة والحديدة والتعز وقال المركز العلامي للقوات المسلح حين قوات الجيش الوطني والمقاومة أحبطت عدة محاولات التسلل نفذتها المجاميع الحوثية الإرهابية باتجاه مواقع الجيش في جبهة المخدرة غرب مأرب وباتجاه مواقع في جبهة حرض غرب محافظة حجة وأشار المركز العلمي إلى أن الخرقات تنوعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة بالمدفعية والعيارات والمسيرات المفخخة وقصف أحياء السكنية بقذائف الهاون بالإضافة إلى استحداث مواقع وحفر خنادق ونشر عيارات قرب وخصوصاً في جبهة مأرب وجبهة محور حيس جنوب الحديدة مع استمرار الحصار الحوثي المفروض على مدينة تعز تتساقط الأقنعة وتتجلى المعادلات المختلة والكيل بمكالين ويبدو العوار جلياً ومخزياً فيما تتواصل المطالب العادلة بكسر الحصار الإنسانية العورى أشد قسوة من الإنسانية العمياء فليس أقسى على المنكوبين من سياسة الكيل بمكالين وتلك إنسانية عورى إحدى أبرز ضحاياها مدينة تعز بكل من فيها من المدنيين فالمدينة التي تعيش منذ سنوات أسوأ حصار يفرضه المنسلخون من الإنسانية على ملايين البشر وفي مقدمتهم النساء والأطفال يستكثر البعض عليها حتى مساندة أطفالها بسطور في بيان ولعل ذلك ما لفت مراقبين في الرسالة الأخيرة التي وجهتها 32 وكالة دولية ومنظمة إغاثية للشرعية وميليشيات الحوثي مطالبة بتمديد الهدنة الرسالة المفتوحة التي وجهتها منظمات أكسفام وإنقاذ الطفولة والمجلس الدنمركي وتسعة وعشرون منظمة أخرى وفضلا عن تجاهلها ملايين الواقعين في مناطق سيطرة الحوثيين ممن يرون قيادات الميليشيات تقطف ثمار الهدنة وتستمر في قطف رؤوس أطفالهم الذين يؤخذون حتى من قاعات الامتحان في زمن الهدنة المفترضة تجاهلت بشكل مخزن معاناة الملايين في تعز تجاهل دفع حقوقيين للتساؤل عن الإنسانية العوراء التي لا ترى الإجرام الميليشيوي الخانق للمدينة أكدت تقارير حقوقية أن ميليشيا إيران قتلت من أبنائها ثلاثة آلاف وخمسمائة وتسعين مدنيا منهم سبعمائة وواحد وستين طفلا وثلاثمائة وسبعة وأربعين امرأة ومائتين وتسعة وثمانين مسنا إضافة لإصابة ثلاثة عشر ألفا وسبعمائة وستة وثلاثين مدنيا منهم ثلاثة آلاف ومائة وخمسة وخمسين طفلا وألف ومائة وثمانون امرأة وسبعمائة وأربعة وستين مسنا وما خلف الأرقام من معاناة الملايين يوجب التساؤل وفق كثيرين متى تفتح الإنسانية العينين كي ترى تعز ومن فيها من المدنيين أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك على ضرورة رفع الحصار عن تعز ووضع حد لسلوك ميليشيا الحوث الإجرامي وجدد وزير الخارجية خلال لقائه بعدد من السفراء والمبعوثين والمبعوثين الأوروبيين دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لكافة الجهود الرامية لخفض التصعيد في اليمن واستئناف العملية السياسية وأكد وزير الخارجية على أهمية اتخاذ موقف أخلاقي تجاه الصلف والتعنت الحوثي وموقف الميليشيا غير الأخلاقي تجاه القضايا الإنسانية بما في ذلك قضية الأسراء ودع وزير الخارجية المجتمع الدولي إلى دعم اليمن اقتصاديا وإعطاء أولوية للمشاريع التنموية والمساعدة في تعزيز عمل البنك المركزي من جانبهم أشار السفراء إلى أن تواجدهم في عدن يحمل رسالة صداقة ودعم سياسي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة وأكدوا وقوفهم مع حل كافة القضايا الإنسانية وخاصة فتح الطرقات لمدينة تعز أشاد وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك بالاهتمام الذي توليه الإدارة الأمريكية لليمن والجهود التي تبذلها لإنهاء الحرب الحوثية ضد أبناء الشعب اليمني وجدد وزير الخارجية خلال لقائه سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن هاريس فاجن والمبعوث الأمريكي تيم ليندر كينغ التزام الحكومة اليمنية بالعمل عن كثب مع الإدارة الأمريكية لإنهاء الحرب وإحلال السلام ورفع المعاناة عن كافة أبناء الشعب اليمني وقال وزير الخارجية إن مليش الحوثي قابلت حرص الحكومة على إنهاء معاناة الشعب بمزيد من التعنت والمماطلة والاستيلاء على رسوم إرادات شحنات النفط الواردة إلى ميناء الحديدة وأشدد وزير الخارجية على ضرورة رفع قيود التنقل في تعز وفقا لاتفاق الهدنة وعدم الصمت تجاه ما تقوم به المليش الحوثية من حصار مستمر لمحافظة تعز وإغلاق الطرق ومنافذ المحافظة من جانبه أكد سفير واشنطن على أهمية الهدنة وضرورة العمل على تنفيذها الكامل وخاصة ما يتعلق برفع المعاناة الإنسانية وفتح الطرقات لمدينة تعز وجدد موقف بلاده الداعم لأمن ووحدة واستقرار اليمن بحث وفد الحكومة المفاوض بشأن فتح طرقات تعز وفك الحصار الحوثي عنها يوم أمس مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا جابريل فينالس في العاصمة الأردنية عمان بحث معه جهود رفع الحصار وتخفيف معاناة سكان المحافظة وناقش اللقاء المشاورات الجارية لفتح الطرق وفق عناصر الهدنة وبما يؤدي لرفع الحصار الجائري على مدينة تعز ودع الوفد المفاوض الاتحاد الأوروبي للضغط على الميليشيا الحوثية للالتزام بعناصر الهدنة وفتح الطرق دون تأخير بدوره أكد سفير الاتحاد الأوروبي دعم الاتحاد لهذه الجهود والإسرع في فتح الطرق والسماح بوصول قوافل الإغاثة الإنسانية وحركة التنقل في مدينة تعز تعد طريق تعز التربة من الطرق الوحيدة التي تربط المدينة بريف المدينة والمدن المجاورة سيما مع استمرار ميليشيا الحوثي إغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة ومؤخرا وضعت السلطة المحلية حجر الأساس لبدء صيانة الطريق على نفقة الدولة وهما ينتظره أبناء المحافظة والمسافرون عبر هذا الطريق مشروع انتظره وطالب به سكان تعز المحاصرة طويلا كونه منفدهم الوحيد بعد إغلاق الميليشيات الحوثية سبعة مداخل أخرى للمدينة منذ سبع سنوات ليعلن البدء بالعمل من قبل ثلاثة مقاولين بهدف سرعة التنفيذ أصبحت هذه الطريق تمثله بالنسبة لنا شريان الحياة لطريق التربة بالإضافة إلى أنه سيبدأ العمل أيضا في طريق هيقة العبد بتمويل من برنامج السعودي للإعمار وأيضا هناك قراءات لإصلاح طريق الصحاء كربة وأيضا توقيهات الأخ رئيس مقلس القيادة الرئيس الرئاسي يقرأ الإعداد لطريق الكدحة وبالتالي سوف يفتح الكثير من الطرق والمعابر لمحافظة تعز طريق تعز التربة الواصل إلى العاصمة الموقت عدن أتعب المسافرين والسائقين بعد تهالكه طوال سنوات الحصار وزاد من تكاليف نقل المواد الغذائية والاستهلاكية فطوله لا يزيد على خمس وستين كيلو لكن المسافر يقطعه بما يزيد على ثلاث ساعات وهو يتنقل بين الحفر والمطبات والله إن أمل أنه هذا يكون منهم الصدق يعني يعني أنفعوا نحن ننفعوا المدينة هذه لحيث إنه ما لها إلا هذا الخط والخط هذا قد يتعبان الآن المسافر يسافر على ثلاث ساعة ربع ساعة للتربة وكاننا نسافر على ساعة اللارب بالكثير والآن هذا الخط الوحيد الذي يغذي تعز ونأمل منهم أن يكونوا صادقين شريان الحياة الوحيد لتعز لا يوجد سواه إذا انقطع هذا الشريان انقطع كل شيء عن تعز فلا مواد غذائية ولا مواد للبناء ولا للتنمية ولا لأي شيء فالتفاؤل هو سمة من سمة المؤمن أو المسلم الرسول أو أي حديث أو أثر يقول تفاؤلوا بالخير تجدوه فهذا هو ونحن نتمنى أن تكون هذه الحكومة صادقة في كل ما تقوم به من وعود انفراجة والتفاتة من قبل الحكومة ممثلة بصندوق صيانة الطرق ليسهل على المواطنين كثيرا وسيدخل الأمل إلى نفوسهم بأن الأفضل قادم والتغيير سيأتي بالأجمل خاصة ومحافظتهم لم تشهد أي مشروع خدمي منذ سنوات طوال ثمن رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر الجهود التركية في دعم القضية الفلسطينية وأكد استعداد الرابطة للتعاون مع جميع السفرات حول العالم لدعم فلسطين في المحافل الدولية والعالمية جاء ذلك خلال استقبال السفر التركي في دولة قطر مصطفى كوكسو لوفد رابطة برلمانيون لأجل القدس برئاسة الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر أوضح كوكسو بأن قضية فلسطين قضية أولى للجمهورية التركية وأنقرة تقف إلى جوارها قلبا وقالبا وقال كوكسو إن دعم القضية الفلسطينية واجب ديني ووطني على جميع أحرار العالم مشيرا إلى أن رابطة برلمانيون لأجل القدس تذكر العالم بقضية الفلسطينيين ومكانتهم لدى الأمة الإسلامية ونوه كوكسو بأن الشعب التركي والفلسطيني أمة واحدة وطالب أحرار العالم بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وفي سياق متصل عقد وفد برلمانيون لأجل القدس اجتماعا مع سفير دولة فلسطين في قطر منير غنام وقال الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر إن البرلمانات تمثل ضمير الشعب ولديها مساحة من الحرية في التعبير عن موقف الشعوب من القضية الفلسطينية من جهته أكد رئيس اللجنة الفلسطينية التركية البرلمانية النائب حسن توران على ضرورة دعم المسلمين وأحرار العالم لصمود الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة وانتقد توران دعم الولايات المتحدة والغرب لاعتداءات الاحتلال الصهيوني ومخططاته ضد القدس والشعب الفلسطيني وممارسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية من جانبه ثمن سعادة سفير دولة فلسطين في قطر مونير غنام جهود رابطة برلمانيون لأجل القدس على صعيد دعم القضية الفلسطينية في المحافل البرلمانية والعالمية حذر برلمانيون وسياسيون دوليون من خطورة التدخلات الإيرانية في اليمن عبر دعم الميليشيا الحوثية الإرهابية وإصرارها على عرقلة جهود السلام للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية جاء ذلك في مؤتمر أقامه المعهد الدبلوماسي في برلين بالتعاون مع المنظمة الأوروبية لحوار متعدد ثقافات في ألمانيا يوم أمس حول سبل مواجهة ميليشيا الحوثية الإرهابية وخطرها على السلم والأمن في الإقليم والعالم وفي المؤتمر ناقش برلمانيون وسياسيون وخبراء في الجامعات الألمانية الطرق الممكنة لمواجهة الميليشيا الحوثية ومصالح ومسؤوليات الفاعلين الدوليين واستعرضوا التهديدات الحوثية لأمن المنطقة والعالم وطرق الملاحة الدولية وأشار المشاركون في المؤتمر على أهمية الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي لإجبار ميليشيا الحوثي على الرضوخ والتعاون مع المبعوث الأممي وعدم عرقلة جهود السلام وندد المشاركون في المؤتمر برفض ميليشيا الحوثي تنفيذ التزاماتها وفقا للهدنة الإنسانية وأدان استغلالها للموارد الاقتصادية للدولة اليمنية وتسخيرها لخدمة أهدافها العسكرية الإرهابية أعربت بعثة الأمم المتحدة في محافظة الحديدة عن قلقها إذا ارتفاع عدد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين بالمحافظة جراء الألغام والمتفجرات غير أن البعثة الأممية لم تشر إلى من يزرع الألغام برا وبحرا ومن يرفض تسليم خرائط الموت منذ ديسمبر 2018 وحتى اليوم نتابع مواطنون من تهامة تحصد أرواحهم بشكل يومي ألغام ميليشيا الحوثي الإيرانية اختلطت الدماء بالأشلاء نزفت الأرض والإنسان معا في الحديدة ولا شيء سوى حشرقة أقارب الضحايا ومناشدات مخضبة بالدم تم استشهاد الأخ أحمد معافا والأخ عبداللطيف في لغم من ما زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي تقوم بزرعه في الطرقات وفي المزارع وفي الأحياء السكنية تقول التقارير الطبية بأن ستة أشخاص قتلتهم ألغام ميليشيا الحوثي الإيرانية خلال الخمسة الأيام القليلة الماضية بينهم امرأة وطفل وجراح غائرة في أرض أحالتها ميليشيا الحوثي الإيرانية إلى جحيم من البوت والألغام والقذائف والعبوات الناسفة التي زرعتها حتى في الطرقات والمدارس هذا ما قامت به ميليشيا الحوثي بعد الانسحاب تقوم بتلغيم الطرق والمدارس وتلغيم الأراضي الزراعية تطفو ألغام ميليشيا الحوثي الإيرانية بحرا وتمتد إلى البر وهذه العبوات وهذه المدرسة فضل الله بفضل جهود أبطال حندسة اللواثة من هراس جمهورية تم إخراجهم وإعطابهم فضل الله تم عين في ذبح الإنسان التهامي من الوريد إلى الوريد بينما اكتفت البعثة الأممية أونمها بالتعبير عن قلقها من ارتفاع ضحايا الألغام في الحديدة دون الإشارة إلى من يرتكب هذا الفعل الإجرامي ويرفض تسليم خرائط موت تختطف أرواح المدنيين بشكل يومي في اهتهامه على مرأة ومسمع المجتمع الدولي حصلت اليمنيتان أمل الترب ونادين النجار على درجة البكالاريوس من الجامعة الأمريكية ييل كأول يمنيتين يحصلان على درجة البكالاريوس من هذه الجامعة الأمريكية العريقة حيث تخرجت الناشطة والطالبة أمل الترب بتفوق من قسم العلوم السياسية وحصلت على شهادة في حقوق الإنسان فيما نالت ندين النجار البكالاريوس في تخصص علم الأحياء وتعد جامعة ييل ثالث أقدم جامعة في أمريكا وتأتي ضمن أفضل عشر جامعات في العالم نشرتنا انتهت وعود إلى أهم عنوينها اللجنة الأمنية بمأرب ملتزمون بالهدنة وجميع القوات العسكرية والأمنية على أتم الجاهزية لردع أي عدوان وزير الخارجية يؤكد على ضرورة رفع الحصار الحوثي عن تعز وضع حد لسلوك ميليشيا الحوثي الإجرامي للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل دوت نت وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الانشماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله اشتركوا في القناة